التداور الأمني الذي شهدت العاصمة بغداد مؤخرا وخصوصا التفجيرات في مدينة الصادر كانت لها صدا واضحا بين جموع المتظاهرين الذين تواجدوا في ساحة التحرير معتبرين أن هذه الإخفاقات الأمنية هي نتيجة التقصير في المؤسسة الأمنية في توفير الحماية اللازمة للأماكن العامة مطالبين في الوقت ذاته بتغيير القيادات الأمنية ومحاسبتها مطالبنا تحقيق عادل وعاجل عندما أحد أعضاء مجالس النواب يقول أن مدينة الصدر فيها 30 ألف منتسب من الشرطة طيب 30 ألف منتسب شرطة إذا قسمتهم على عدد القطاعات كل قطاع يقع له حوالي بحدود 150 إلى 200 أين المنتسبين؟ إذن موجودة فساد مالي وإداري مظاهرات أكثر من الجايات أنا متأكد ملايين اليوم نحن طالعين عوالي الضحايا عوالي السباكر طالعين عوالي الضحايا ما العريبة والكاظمية طالعين فيما جدد المتظاهرون مطالبهم بالإصلاح الحكومي والاستجابة لدعوات التغيير دون المماطلة والتسويف مؤكدين على استمرارهم بحق التظاهر السلمي المظاهرات هي تكميلية يجب أن تكون هناك حقوق مشروعة تنفذ إلى الشعب لحد الآن لم نرى أي نور من هذه الأصلاح نحن نبقى نعمل ونبقى نناظل ونبقى نظاهر سلمية 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 وقد جرت التظاهرات في أجواء أمنية مشددة وتدابير احترازية تمثلت بقطع جسرية جمهورية والسنك وغلق الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وعلى ما يبدو فان تظاهرات ساحة التحرير ستبقى انعكاسا للمستجدات السياسية والأمنية في البلاد دون إهمال لملف الإصلاح الحكومي بحسب البعض محمود فؤاد الحرة بغداد